كامل ان المرة دي ربنا مش هيسامح حد مننا لمن ولادكو ولا منكو شخصيا يعني لا كبير ولا صغير لان المرة دي لو مصر ضاعت مش هترجع علشان تبقوا كمان متأكدين اكتر لازم تبقوا واخدين بالكو ان الاسرار على ان اي حل للقضية الفلسطينية لا يمكن ان يتم الا بالمشهدين دول مصر تدخل في صفقة الاراضي جيورالاند والاردن ترانسفير والترانسفير على الضفة الاخرى يعني عند الاردن يعني خروج فلسطينيين 48 اللي بيشكلوا قنبلة ديموغرافية سكانية جوة الانتخابات الاسرائيلية فالمسألة هنا تاخد ملمح مختلف تماما ما لوش علاقة باللي الناس راضية تشوفوا علشان كده ما كانش بالنسبة لنا الامور بهذا اليسر ولا بهذه البساطة خلوني اقول لحضراتكو على طول اول ما القرار اتخذ بقصة القدس دي مين اللي كان في خلفية الصورة مع الرئيس الامريكي كان الراجل ده مايك بينس مايك بينس ده مش مجرد اسم والناس اللي بتتبعنا عارفة ان احنا اشتغلنا عليه منذ عملية الترشح انه الحاكم الحقيقي والفعلي طيب لما نقول مايك بينس هنا ونقول ان التوجه الان في حال استعجال لانه مدفوع بالدافع الديني بيسموهم كده دول الانجليين الجدد او اللي بيتسموا في الادبيات العربية المسيحية الصهيونية دول اللي بيستعجلوا عودة القدس للشعب اليهودي علشان يقيم الهيكل المزعوم اللي مش موجود اصلا علشان عندهم تصور ان ده هيقدي للمعركة الكبرى بتاعة اخر الزمان اللي اسمها هير ماجدون وهير ماجدون دي هي نفسها اللي بوش الابن دخل في العراق بين النهرين وهو بيدور على جبل الدهب يعني الطيار ده موجود اه موجود يعني انت عايزة تفهمين ان فيه ناس بتفكر بالعقل الديني في الادارة الامريكية والله العظيم فيه ناس بتفكر ولما بيجوا بس يبلغوا عندكوا في الحاجات كده بيحاولوا ياخدونا بعيد خلوني اوريكوا الدنيا ماشية ازاي علشان تعرفوا تشوفوها بشكل كويس عايزة اوريكوا على سبيل المثال اللي بيتقال على الادارة دي على مايك بنس نفسه وهو بيتكلم على المعركة دي تحديدا مثلا فيه اه المقال بتاع فورم بوليسي فورم بوليسي كتبه مقال مهم جدا العنوان بتاعه بيتكلم على لا داعي لزيارة مايك بنس للشرق الاوسط ولما نشوف العنوان ده هنركز على اللي احنا قلناه الزيارة بتتكلم على القاهرة لساعات الاردن لساعات اسرائيل ليومين وركزوا في اللي بقوله لكم ولا كلمة انا بقولها ملهاش معنى الموضوع اللي كتبته فورم بوليسي هنتناوله على شقين الشق السياسي وده هرجع له لكن عايزة اكلمكوا على الشق الديني لانه بالنسبالي مهم جدا تبقوا واخدين بالكوا ايه الموضوع بالزبط لازم تاخدوا بالكوا كويس قوي ان هم بيتكلموا على ازاي ممكن يكون الانجليين بيتحركوا عبر مايك بنس داخل الادارة علشان يحصلوا على هذا الحق بالقصة اللي هم بيسموها يعني الاصوات الايمانية والحقيقة ان الشغل ده شغال بقوة داخل الادارة الامريكية وهم بيؤمنوا بضرورة التحرك السريع علشان يقدروا يوصلوا لهذا الامر الجزء ده بالنسبالنا مهم واحنا بنتكلم على استراتيجية ترامب الجديدة في الشرق الاوسط ترجمة نانسي قنقر